على وقع المآسي يقضي العراقيون يوميات حياتهم مفردات مغلة بالألم الفقر والجوع وانعدام الأمن والرهاب من الوجوه المقنعة والعصابات المسلحة هواجس تحاصر مخيلة الشاب العراقي يحاول البحث عن منفذ الخلاص فيجده مسدودا بطوق فرضته الحكومات المتعاقبة ما بعد الغزو وما أسهل أن يقع الشاب العراقي ضمن هذه الظروف فريسة للمخدرات أو يزل إلى هوية الانتحار هي وقائع اعتاد العراق عليها منذ 16 عاما ففي كل عام يودع الأهالي المئات من أبنائهم وبشكل يومي تصح البيوت على فجيعة شاب أطلق رصاصة إلى رأسه أو شنق نفسه أو تناول المخدرات لحين توقف قلبه حتى دقت المنظمات الدولية ناقوس الخطر ودعت إلى معالجة ظاهرة الانتحار والوقوف على أسبابها إلا أن القابعين في المنطقة الخضراء خارج نطاق الضمير والمسؤولية مفوضية حقوق الإنسان وحدها رصدت أكثر من 3500 حالة انتحار خلال السنوات الأربع الأخيرة تصدرت محافظة ذيقار هذه الإحصائية وتلتها ديالة ثم نينوى وبغداد والبصرة فضلا عن معدلات عالية سجلت في محافظات كردستان أما الأسباب فهي اقتصادية بالدرجة الأولى البطالة وغياب فرص العمل وغياب الرعاية الصحية يضاف إليها إحساس الشاب بضياع هويته وفقدانه لذاته في ظل حكومات حولت العراق إلى غابة يحكم فيها المستقوي بالأجنبي المستضعف من أبناء بلده ويحرمه أبسط حقوقه علاج ظاهرة الانتحار لا يقتصر على إقامة دورات دعم نفسي وبث البرامج التوعوية تنظيرا وتعاليا على الواقع بل إن تغيير الظرف السياسي شرط أساسي لتحسين الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وما عد ذلك لا شيء يوقف هذه الظاهرة التي لا تقتصر على قتل الشباب أنفسهم بل تخفي وراءها وطنا بأكمله يراد له الانتحار